دكتور مجدي وهبا ويقول لنا على بعض التجارب اللي حصلت في الاقتصاد الأخضر ومهارات الاقتصاد الأخضر في مصر من خلال مشروع تيفت إيجيبت الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية شكراً لدكتور أحمد شكراً لدكتور علي عبداللطيف دايماً آخر واحد بتتكلم بقى أصعب واحد دايماً لما بنيت نتكلم على الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الأزرق سواء الجرين جوبس أو البلو جوبس والجرين انتروفنيرشيب والبلو انتروفنيرشيب تبقى عنينا كلنا على الزي جي سكول وأنا نفسي في المدارس كلها بتاعة التعليم الفني نبقى عندنا اللوحة دي تبقى موجودة بالعربي الولاد كلهم مشوفوها ودي موجودة على السايت باللغة العربية حتى فيه جيمس فيه بلاين كارت كده زي الكوتشينا بتتلعب عشان الولاد يعرفوا ايه هي الاس دي جيز هي اللي هي أهداف تنمية مستدامة ولما مصر دايما بنتكلم خطة عشرين تلاتين هي مبنية على الاهداف دي اه يمكن لو لو احنا بصينا واحنا في اه يعني انا بعتبره محفل كبير ان كل اه اله الخبراء الجهات الحكومية الجهات اله اله الديفلوكمنت بارتونير الشرقاء التنمية القطاع الخاص اللي متعلقين بالتفت تعليم الفني وتدريب المعني مجتمعين في مكان واحد وده شيء يعني صعب لكنه تم والاصعب ان احنا نحافظ عليه يبقى داية يعني سنويا بيتعمل الموضوع ده يمكن احنا في التعليم عندنا جول نمبر فور ده كلنا بنشتغل عليه وما بنيجي نكتب الدكورن فتاعتنا بنحط نمبر فور ويمكن نمبر سيفنتين احنا بنحققه في اللي احنا بنعمله ده اللي هي البارتونرشيب وزي ما قال امبرح الدكتور خالد عبد العظيم عاوزينا في فور بيز يعني برايفت برايفت بابليك بابليك بارتونرشيب دي النقطة المهمة طيب لما الاقتصاد الاخضر دي كلمات حلوة بنستخدمها الجرين ايكانومي ويمكن احنا عندنا في الاسدجيز الخضر دول اللي هم الموجودين اللي هو جول نمبر سري الجود هلس والويل بيينج الكلامت اكشن نمرة 13 واللايف اون لاند نمرة خمستاشر وعندنا اربعتاشر اللي هو اللايف بلو اه بلو اوشنز دي كلها متعلقة بالبيئة والمحافظة على البيئة فيمكن يمكن لما بنيجي نقول ايه هو الجرين ايكانومي هو اقتصاد بيهدف الى الحد من المخاطر البيئية ويمكن احنا شايفين الجو في مصر والسنة اللي فاتت في القطب الشمالي الحرارة وصلت ل28 و29 البلاد اللي بنسمع عنها انها هتغرق كل الحاجات دي متعلقة بالجرين ايكانومي وبالتالي طالما بنكلم عن ايكانومي بنكلم عن جوبس طيب احنا عندنا دلوقتي فيه حتة مهمة لما بنيجي نقول عاوزين نعمل تخدير للتعليم الفني نعمل ودي الصورة المشهورة الجو وحدات الطاقة الشمسية اللي هي الزراعات المغطاة طاقة الرياح السورتينج بتاع الجارفش بتاعنا والريوزينج كل الحاجات دي بنسمع عنها كتير بس احنا عاوزين نطبقها بقى جوه التيفيت او ازاي بتطبق ويمكن السكيلز اللي هي تخدم صناعات كتيرة دلوقتي الجرين ايكانومي داخل في الزراعة داخل في الاندستري داخل في صناعة السياحة في الاي تي في كل الامور دي فيه جرين جوبس احنا محتاجينها انا عشان ما اطولش عليكو يمكن البرزنتيشن ده موجود يعني حيبقى يتعرض على البلاتفورد لكن انا عاوز اكلم اكمل اللي مستر مكين يعني ماي كوليك في البانيل ابتدى بيه طيب احنا هنا في تيفيت ايجيبت او في المشروع بتاعنا بنعمل ايه فيما يتعلق بالجرين جوبس اول حاجة كل المناهج اللي هي مبنية على الجدارات الاكوبشنال والكمبوتنس البيس كورسز كل المناهج دي فيها اجزاء خاصة بالبيئة والمحافظة على البيئة وما يطلق عليه القش لأن جزء من التدمير اللي بيحصل في الصحة سببه بعض الانبعاثات الحرارية أو الأبخرة أو الدخان أو الباودرز اللي بتطلع من صناعات كتيرة يمكن أبسطها وتاخدوش بالكم منها النجارة البودرة بتاعت النجارة دي بتأثر على السدر الماينينج المناجم اللي الناس اللي في منطقة المينيا بيشوفوا التكلس الرئوي بيحصل قد إيه فكل ده إحنا محتاجين أن ننشئ هي جديدة قديمة أن أنا أولاً أوفق كل السكيلز اللي موجودة عندي أن يبقى فيها أجزاء متعلقة بالجرينينج زي السري آر بتاعت الويست اللي هي بنقول عليها دايماً ريديوز قلل استخدام الخامات وبعدين ريوز اللي أنت بتقلله واستخدمه واللي بيطلع في الآخر سكراب أعمله ريسايكلينج ويمكن فيه تجربة أنا لسه كنت بتكلم مع دلوقتي على كان فيه مبادرة أو فكرة كانت ابتدت سنة عشرين مع بنك الكويت الوطني وموضوع كورونا شوية عطلها اللي هو ما يطلق عليه البيو جاز احنا ما عندناش في مصر بايو جاز تيكنيشن يعني التيكنيشن خاصين بوحدات البيو جاز فيه بعض المبادرات الزغيرة اللي اتعملت يمكن أنا كان لها شرف شاركت في مبادرة يعني مبادرة منهم مع منظمة العمل الدولية في المينيا والمبادرة التانية كانت مع بنك الكويت الوطني ويمكن المبادرات دي اللي بناءنا عليها يعني الرئيس الجمهورية واصة بانشاء مئات الالاف من الوحدات في القرى هي المهارة اللي احنا عاوزينا ايه ان احنا بنستخدم الدنك بتاع الانيميلز في الستيبلز المختلفة وبنعمل وحدات بايو جاز عندنا تو موديلز بنستخدمهم في مصر اللي هو الموديل الشاينيز موديل والانديا موديل دون يعني مناسبين للظروف بتاعتنا وكان فيه يعني مبادرة البنك الوطني بيعملها في سهاج في بعض المدارس الصناعية في سهاج الزراعية يتعامل فيها وحدتين يمكن انا يعني الموضوع ده حنتابعه لان انا كلمت الدكتور علي ابو سنة اللي هو مستشار وزيرة البيئة وقال لي محطوطين في الخطة اللي هما حيعملوها يعني يمكن قلنا طب احنا عاوزين بقى في المهن الجديدة اللي مبنية على القدرات ندخل اللي هو بايو جاز تيكنيشن يبقى عندنا تيكنيشن يقدر ينشئ وحدة بايو جاز ما هيش عاوزة انجينيرينج مش عاوزة مهندس يقوم بيها لا هو الطالب بتاع دبلوم زراعة ده ممكن يكونوا مجموعات يشتغلوا بيها واتمنى في المدة المتبقية من الشغل بتاعنا بتاع مشروع تيفيد وبعد كده شرقاء تنمية اخرين يكملوا المبادرة دي يعني بليها فوايد كتيرة جدا انا مش بقول عشان انا شاركت فيها لكن يكفي كمان انها بتنتج باي برودكت يعني ممكن 2 هكتورز من الارض يبقى فيه سماد عضوي بدل ما استخدم اثمدة النشادر والنطرات استخدمها والتجربة دي كانت ابتدت مع اليو ان دي بي في محافظة بين السويف والفيوم ومعانا مع الايلو امتدت في المينيا ودلوقتي بنك الكويت الوطني بيعملها في سوهاج وان شاء الله المدرسة الزراعية في سوهاج او مدرستين هيبقى فيهم الوحدات دول والمنهج ده هيبقى معمول اخيرا يمكن في قطاع السياحة ويعني برضو من ضمن الحاجات اللي كانت الدكتورة السوهة في الويشليست اللي بنشتغل عليها اللي هو موضوع الايكوتوريزم الايكوتوريزم ده برضو السياحة البيئية محتاجة بعض المهن اللي تقدر تشتغل على الموضوع بتاع السياحة البيئية ويمكن انتو يعني في ايطاليا بالذات في مثلا الاجروتوريزم السياحة الزراعية يعني انا رحت في تورينو كذا مزرعة انت بتقضي اليوم في المزرعة دي وبرضو هي ضمن الوظائف الخضراء والناس اللي بتشتغل هناك يعني هما متضربين ان هما ازاي يحفظوا على البيئة وفيها مثلة وبيخلوا المدارس يزروها انا حختم يعني يعني بال السلايد الاخيرة دي ان ممكن ملايين الوظائف والمهن الجديدة تنشأ في الاقتصاد الاخضر لكن خلق الوظائف ده جزء من الاكوشن جزء من المعادلة لكن تطوير قوة عاملة ماهرة بشكل مناسب امر بالغ الاهمية يعني احنا لحد دلوقتي عندنا مهن في مصر مهن بنجيب لها ناس تكنيشنز من خارج مصر عشان يعملوها ويمكن ده الاتجاه المشروع تيفت مع شركاء التنمية مع وزارة التربية والتعليم الفني ان الاكوبيشنز اللي بتدخل الجديدة او المهن المبنية على الجدارات فيها اجزاء تتعلق ب سيانة الالواح الشمسية وما يتم بالطاقة الشمسية او بطاقة الرياح هاختم بس تاني يعني وما عرفش هو رجاء وطلب للدكتور مجاهد ان احنا نرتب مع اليو ان دي بي ان احنا نطبع الاس دي جي جولز بالعربي ودي موجودة اليو ان دي بي ونجيب منهم بعض الجيمز اللي هي الكارد بلاين كارد والولاد في المدارس الفنية عندنا يلعبوا الجيم دي الجيم دي سهلة يعني انا شخصيا ممكن نعلمها العدد كبير يعملها عشان لما نيجي نشتغل ونقولهم انت هتبقى المهنة بتاعتك دي هي موثوفة انها جرين جوب انها جرين سكيل انها مهارة خضراء ويمكن بعد كده بقى مع السياحة ندخل في المهارات الزرقاء يعني اللي هي البلو شكرا جزيلا ارجو ما كنت شتوالت دكتور شكرا دكتور مك